للمتابعة من عمان ينضم إلينا العميد جلال العبادي الخبير العسكري والاستراتيجي عميد جلال أهلاً وسهلاً بك على شاشة القايرة الإخبارية إذن الحرب في أو على غزة تدخل شهرها الرابع دون تحقيق أي أداف سياسية أو عسكرية هل من تقييم لسير هذه العمليات خاصة مع الإعلان عن الدخول في المرحلة الثالثة منذ أيام أعلانها يؤف جلالت وزير الدفاع الإسرائيلي شكراً لك يا ست حقيقةً يعني من البداية هذه المعارك كان إلى هدفين رئيسيين وأهداف أخرى الهدف الأول هو القضاء على حماس وتجريدها من أسلحةها وعدم وجود أثر لحماس وإخراج هذه الفكرة وتدمير كلياً لكل مبادئها وأسلحتها وعاقيدتها وقتالها ومواقحها وقياداتها والسبب الثاني هو كان إخراج المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية لحد الآن لم يتم تحقيق أي من هذين الهدفين وليس فقط هذا إنما جرت عدة محاولات فاشلة تم قتل الدوريات التي كانت من الماريس سواء إسرائيلية أو غير إسرائيلية تم قضاء عليهم هم ومن حاولوا الوصول إليهم فالمقاومة أعلنت حتى عبر القاهرة وعبر الدوحة أنه لن تحصلوا على أي محتجز أو أسير لدينا إلا بالطرق الصحيحة عن طريق وسيط ثالث وعن طريق الشروط المقاومة وهي الإفراج على الكل مقابل الكل وحدث ما حدث ودارت الحرب ولا تزال عجلتها تدور وإسرائيل تكبدت ليست مئات بل من العشرات الألوف من القتلى هم يعلنون أربعة وخمسة وأنا بقول هذه الأرقام يعني أضربها في عشرة أو في حتى خمستاش يعني تصوري المستشفيات تقول أنه لدينا أكثر من عشرين ألف جندي يراجعون المصحات النفسية ومثل هذا الرقام مصابين بعاهات سواء بتر قدم أو إيد أو رجل أو ضربة في عين وليس فقط يعني حتى في أكثر من بيتين وخمسين جندي أصيبوا بالعمى هذه الأمراض وهذه التضحيات أنا لا أعرف يعني كيف قدرة إسرائيل تتحمل هذه القسارة صحيح أنهم جابوا عدد كبير أكثر من عشر آلاف من المرتزقة سواء من أوكرانيا ومن بلاد أخرى ومن بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وما إلى ذلك هؤلاء لا أهل لهم لا مرتكزات لهم لا يجد أحد لهم يطالب أو يتابعهم أو يأخذهم هؤلاء ذات يحسبوا حتى أصلا في عداد القتلى وتلقت ما تلقت الآن يقولون انتقلنا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية للمرحلة الثالثة وأنا أقول لم يتحركوا ولا مرحلة يعني الآن يقولون الشمال تم تنظيفه وتجريد أسلحة حماش والقضاء على حماس وقيادتها في المنطقة الشمالية والوسطى بنفس الليلة التي تنسح منها القوات الإسرائيلية وهي موجودة تنطلق عشرات القضايا في الصاروخية والصواريخ على تل أبيب وعلى بطار بن يوغوريون وعلى بير السبع وعلى المستعمرات وعلى كل المستعمرات التي في الضفة الغربية والتي في شمال حتى إلى عكا وحيفا أي كما بدأت الحرب قبل 99 يوم وهذه اليوم هي تدخل يومها على المئة إذن لم تحقق وأنا أقول لن تحقق أيضا الحرب العسكرية ولا الهجومات وها هي الآن كلها أصبحت ترتد إلى الخلق كان في الجنوب كان في ثمن ألوية وبعدين جابوا الفرقة 36 والفرقة 256 أنا لا أعرف كيف 100 كيلومتر مربع تجتمع بها ثلاث فرق لا أعرف وفي المقابل كل ما ذكرته عميد جلال حول حياة الأبرياء المدنين في غزة إلى قحيم وتبدو فيه إسرائيل عزمة وبقوة على تنفيذ مخطط التهجير القصري أو حتى الطوعي يعني كما تصفه على لساني مسؤوليها المتطرفين نعم نعم هم يقولون يقولون أنه التهجير وأنا فأقول عبر شاشة كل محترمة لن يهجر من قطاع غزة أي مواطن حتى لو لأوروبا والسويد والنرويج حتى لو سلمين وزية وسفير في أي دولة لن يخرج غير غزة يعني أنا مرة بس ألا أحد الأخوان معي على النت وقلوا لو جرت فرصة هل تهاجر إلى مصر أو إلى أردن أو إلى أمريكا أو أولي شيء قال لا أنهاجر إلى مكان واحد قال إلى الجنة وهي أقرب لي من كل هذا إذن هذا الشعب الذي آمن بأرضه وآمن بوطنه وترابه لا يمكن صحيح الآن الكطاع يعني سبل الحياة كلها انعدمت فيه لا كهرباء لا مياه لا أكل لا شرب لا بيوت لا منازل البيوت مدمرة الشهداء لا يزالوا تحت الأنقاض فقدت عائلات كثيرة موسحت من دفترها مئات ليس عائلات قليلة مئات العائلات ذهبت عن بكر تبيها بعض العائلات بقي منها طفل واحد أو رجل واحد وهذا أنا بقول لا إسرائيل للعدو الإسرائيلي ولكل العالم هذا الطفل الذي لم يبقى له أحد قتلت أبوه وأمه وأخوه وأخته هذا قرب لموقيته اسمعوا عليه بعد من خمسة لعشر سنوات سيفجر نفسه في تل عبيد وفي جنودكم وفي أسواقكم وأبنائكم ومدارسكم أنتو خلقتوا كراهية أو حقد بالشعب الفلسطيني والغزاوي تحتاجوا إلى عشرات السنين لن يمحوا لن يمحوا وأنا أقولكم من الآن انتظروا بعد خمس سنوات هؤلاء الأشلاء اللي جمعت من هنا وهنا لهم حقد بنيته حقد لا يمكن أن ينسى وسيجي يوم الحساب اللي تحاسبون على كل هذه الفوضى والبربرية اللي عملتوها بهذا الشعب المسكي أنا بقول أنه أهل غزة لن يهاجروا لن يهجروا كل كنوز الأرض لن تعرض عليهم لو عرضت عليهم كل الجنسية هم مرابطون يعني تتلاحف أن المرأة يعني تقتل وأولادها وأطفالها أشلا وقلها هل أنت مع المقاومة نقول كلنا في داع المقاومة وكلنا في داع غزة هذا الشعب شعب جبل في هذه الأرض وشعب لا يوجد له مثيل على الكرة الأرضية طيب عميد جلال عندما أطلقت إسرائيل العملية العسكرية وبدأت عدوانا وحربها على غزة قالت أنها تريد أن تنشئ نظاما أمنيا جديدا في القطاع لا يسمح بوصول ما وصفته بالتهديدات إلى الإسرائيليين بالجانب الآخر الحديث عن المناطق العزلة التي تتحدث عنها إسرائيل وكأنها تريد أن تخلق أمرا واقعا وهي التي عندما بدأت هذه الحرب اعتقدت أنها بإمكانها أن تنهيها في وقت قريب وتفرد فيها واقعا جديد إلى أي درجة هذا السيناريو بإمكان أو بغير إمكان إسرائيل أن تنفذه بأن يكون لها وجود أمني أو عسكري على الأرض في غزة وهي التي حتى الآن أربعة أشهر غير قادرة على تحقيق أهداف حربها أنا لا أعرف كيف يتحدثون عن منطقة عازلة في منطقة عرضها ستة كيلو المنطقة العازلة التي عملتها الولايات المتحدة في جنوب العراق كانت من ثلاثين إلى خمسين كيلو التي عملوها في جنوب سوريا ثلاثين إلى أربعين كيلو لا أعرف خمسة كيلو كيف يعملوا فيه منطقة عازلة وأقل قذيفة هون تتجاوز هذه الخمس كيلو متر والعشر كيلو متر لا يوجد منطقة عازلة والصواريخ تنطلق بمئات وبل هناك لعدمي 22 كيلو متر صاروخ العياش هذا كلام هرا أنا لا أعرف العسكرية الإسرائيلية من أين أتبه هؤلاء ناس غير مدربين أنا أول مرة أنا خدمت بالقوات المسلحة بالأردن وخارج الأردن ستة واربعين سنة كيف كيف تحمل أفراد في سيارة محملة بالمتفجرات وتنفجر وتقتل أكثر من ثلاثين جندي لا أعرف لا أعرف أين تدرب هذا الجيش وكيف سيطر علينا هذا الجيش في حرب الثمانية وأربعين والستة وخمسين والسبعة وستين والثلاثة وسبعين لا يعرفون كيف 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 القتال لا بالمناطق المبنية ولا بالمناطق المحصنة ولا في الأنفاق ولا لا يكونون أيفا من الفنون القتال لا أعرف أنا كيف سيطر علينا بتلك الفترات الغابرة هذا الجيش الذي يصورون أنه لا يقرق وإلا هو أوهى من خلوط العنكبوت هو طلاب مدارس وجامعات مجمعين لا يعرفون أي شيء عن العسكرية